فالنبوة عقلاً ممكنة واحد يقول لي ما اهتمش كثير بالعقل ومش دارس فلسفة عقلية أنا رجل العلم وحب العلم مغرم بالعلم مغرم بالعلم ماذا؟ العلم يقول النبوة ممكنة النبوة ممكنة علمياً في المنطق العلمي النبوة ممكنة كيف؟ كيف جواب هذا السؤال؟ هذا وصل أيها الإخوة أوصله لخطبة الجمعة السابقة لأنه بعض الناس تساءل انت اللي حدثنا ايه؟ عن اللي بسي علن بسي هذا طبعاً اللفظ اليوناني لآخر وخلص اصطلح هنا يقوله ساي ساي يقوله ساي ما عناش مشكلة يعني وسايولوجي علم الساي ما في مشكلة لكن اللفظ الحقيقي هو بسي علن بسي أو علم الساي أو السايولوجي ايش دخل هذا بالنبوة؟ له دخل كبير له دخل كبير وأنا تحدثت عن هذا لأنه ايه؟ أردت أن أربط بين هذا الحقل من حقول العلوم وبين ظاهرة النبوة إمكان النبوة غير مستحيلة علمياً طبعاً عقلياً قطعاً غير مستحيلة لكن علمياً غير مستحيلة ممكنة بطرقه بأخرى ليه؟ بعض الناس إخواني واخواتي ممن يشككون في النبوات يأتي لي كي يقول يورد هذا التساؤل يقول طيب أنتم في الأديان التوحيدية يهود نصارى مسلمون تتحددوا عن إله شخصي يتواصل مع الأنبياء عبر واسطة اسمها ملاك إيه؟ ملاك الوحي جبريل مثلاً عند المسلمين اسمه إيه جبريل عليه السلام تمام؟ إيه؟ هذا صحيح نؤم به وينطق به الكتاب إيه قال لك هذا مستحيل علمياً مستحيل علمياً؟ إيش دخله؟ كيف؟ ليه مستحيل علمياً؟ إيجال لك لأنه الآن الكون كما نعلم وقد يكون الكون الذي ندرسه هو فقط حدود السماء الدنيا حدود السماء الدنيا وقد تكون غير ذلك على كل حال هذا نصف قطر قطره يا إخواني مختلف في الآن بعضهم يقول 27 مليار سنة ضوئية نصف القطر 27 مليار سنة يعني الضوء يقطعه في 27 مليار سنة وبعضهم يقول أقل بعضهم يقول أكثر قال لنا نقول إيه في الحدود مثلاً 20 مليار نصف القطر طيب ما المشكلة؟ قال لك عشان جبريل لو افترضنا الكون كله الكون كله سخف هذا الكون المحسوس هو إيه؟ هذا الكون الذي يدرسه علم الكونيات وعلم الكون كوزمولوجي معنى ذلك عشان جبريل يأتي من خارج هذا الكون المحسوس يبدو 20 مليار سنة لأنه جبريل ليس سيقدر يكون أسرع من الضوء وهو ضوء هو ملك والملك خرقت من نور يعني سرعة يحتكون سرعة إيه؟ سرعة الضوء هكذا هم يفترضون يعني 20 مليار سنة يأتي واحد طبعاً درسه وشوية في الفيزا وشوية في النسبي وفاهم ومشفاهم ويقول لك لا هذه سهلة أرانيشتين حلها لأنه زمان هذا الجسم المتحرك بسرعة الضوء أو قريب من سرعة الضوء سيتباطع كثيراً جداً جداً وإذا تحرك فعلاً بسرعة الضوء وهذا مستحيل طبعاً في النسبية فالزمان سيتوقف تماماً الزمان سيتوقف تماماً وليس سيبررنا معروف كيف تبريرها في النسبية العامة معنى ذلك أنه جبريل لا سيقطع هذا كله في لا زمن جوابك الملحدة المشكلة ليست في جبريل المشكلة في محمد هو كوكب محمد جبريل أي وحيروح ويأتي في صفر زمن بس سيكون مر على العرض عشرين مليار سنة زمان محمد ما بتوقف زمان جبريل بتوقف فعلاً شغل هذه بتفتن المخ معناها ما زال المستهل طبعاً إنسان البسيطة يجدارس علم وكذا يقولك يا عملية سهلة هاي الكون جبريل بطلع وبنزل ليس فهم حاجة هو الفكر بطريقة علمية يقولك لا يا حبيبي هذا ما بتحرك آنياً جبريل بتحرك بسرعة ضد ضوء وهذا بده منه عشرين مليار سنة لما يصعد وعشرين مليار هذا أدنى لما ينزل بكون مر على العرض أربعين مليار سنة وين محمد وين الوحي وين الكلام هذا أنتو وأنتو تفكروا السماء والأرض حسب التصور البسيط والطفول النبوة هذا والأديان عندكو كأنه مئة كيلو والعشرين كيلو متر وطالع نازل وسهل العملية مستحيل علمياً أوه تقبط رأسك أنت فحلاً أول مرة أنا سؤال هذا أسمعه هذا قطيبة حيير طبعاً هذا العساس إيه؟ اعتراض علمي ولذلك اقتراحي أنا بفضل الله هذا إش تهاد الشخصي؟ أنا وقلت لا علينا نعرج على إيه؟ على السيولوجي هذا على علم لبسيه كيف؟ إيش علاقة الساي؟ بالنبوة كيف يمكن نفسر إيه ظاهرة في إيه؟ جبريل وكذا بالظهرة ما قولنا؟ سهلة جداً إذن جبريل مش شرط بالمرة يا أخواني يخضع لمبدأ المحلية تمام؟ مش لازم إيه؟ لو تعاملت معاه مثل أي شيء مادي كالذي يصخر منه في رأي رسل آه، ستقع فيه ذلماته ومفرقات كبيرة لو تعاملت معاه من خلال بعض مبادئ الكم ومن خلال علم الساي هذا والسيولوجي ستقول له جبريل عادي ممكنه ويجي في لا زمان وما تقول لي خمسة عشر مليار وعشرين مليار ما في منه هذا هذا كله بحسب الساي لا يشتغل صح أو لا؟ لا يشتغل ما فيه ومن هنا يكتب العالم الذي أخذ نوبل مارتين في الفيزيولوجي والطب أليكسس كاريل طبعا العرب تعرفون لي من ستين سنة ترجم كتابه الأعظم له أحسن كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول مان ذا النون الإنسان ذلك المجهول مترجم من ستين سنة عند العرب كتاب ممتاز ما هي الفريق فريد شفيق ترجمه ما يقول؟ يقول إن فرضية أو إن عفوا اعتقاد انحصار الإنسان في الزمان والمكان ليست أكثر من مجرد فرضية قال هذه فرضية الإنسان ماذا هيك؟ الإنسان فيه أشياء ما نقول فيه مكونات فيه جواهر فيه أشياء فيه شيء معين حتى معنى معين يتعالى على الزمان والمكان لا يخضع لقيود الزمان والمكان تعرفون القصة المشهورة أيها الإخوان صدقة أم لم تصدق العاية موجودة متواتر بفضل الله والمعنى لائح وواضح حين سأل النبي عن ثلاثة مسائل فقال لهم غدا أخبركم غدا أخبركم فراث عليه الوحي واختلف في مدة تخلف الوحي أو تأخع الوحي وأنزل الله تبارك وتعالى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ في سورة الكهب تمام؟ هذه الآيات وهذه الحادثة ومثل هذه الآيات عشرات الآيات كل الآيات التي تؤكد أن النبي مجرد بشر يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليه تمام؟ كل هذه الآيات تؤكد معناً أيها الإخوة كم هو واضح كم هو مهم وعميق جداً أن النبوة ليست استيحاءاً بل هي وحي فرق كبير بين استيحاء وبين وحي ولذلك انتبهوا الآن انتبهوا الآن تماماً لو كانت النبوة استيحاءاً يمكن حتى أن يُطلب إخضاع هذه الظاهرة طبعاً هو الحين ما فيش نبي وبين قوسين كمان يهمني أحكي الكلام هذا كثير مهم جداً أنه ما فيش نبي لكي نجيب للأسف عن شبابنا أيضاً أنا كم من يطلسلون بي أسألون هذا السؤال وأنا أستغرب يا إخواني يجب أن يكون لدينا شوية عقلية تركيبية وتفكر وتربط الأشياء ببعضها يا أخي يقولك النبوة قوة خيال مثل ما قال باروخ اسبونوزا ومحمد عبدو حتى الأسف الشديد والسير سيد أحمد خان في الهند يا رجل يا أخي الله يخليك النبوة اصطفاء إلهي وهي وحي وليست استيحاء بمعنى في الأخير جوهر النبوة هو اصطفاء وهبي وليس كسبياً ما يقدر واحد يخل حول نبي يستحيل إذا الغيب ما اختاروش ليكون نبياً والله موصاياً عِنّ برهان إحنا المسلمين بفضل الله من أجمل ما يكون ومن أقوى ما يكون أين نحن من هو؟ لما الله قال ولكن إي رسوله وخاتم النبيين الله قال سكرنا الباب هذا لماذا سكرنا؟ ليس سنبعث بعد اليوم نبي قل لي بالله عليك 1435 سنة الآن أجل نبي بعد محمد؟ وقدر يثبت جاء متنبؤون كذبة مصخرة أصبحوا مصخرة مصخرة للزمان وللنّاس طبعاً عطراز مسيلمة أمثال مسيلمة كلام فارغ أريد نبي أنا نبي مثل موسى عيسى محمد يصير الرابع تباحهم ما فيه ولا يمكن ما حصلش وهذا يبأكد لك أن النبوة في الأخير وهبية مش كسبية وجوهر النبوة كما قلت لكم ليس استحائياً بل وحياني هو وحياني جوهر وحياني يوحى إليه وانتبهوا وفيه يعني ليس متماثلين فرق كبير جداً بينهما النبي حين يستوحي قد يوحى إليه وقد لا يوحى إليه صح؟ تماماً ممكن يدعو ويستجاب لي ممكن لا يستجاب لي ولا ما الصحيح في عشارة طلبها الله قال له لا ما أعطق إياها ما نعطق إياها قال فما فمنعنيها يبنعوا والله قال له قال له في مخترحات ونبي فهم المنطق هذه النبوة عرفوا مليحاً أول أيامهم في مكة اعملنا هيك أو هيك أو هيك أو هيك أو هيك أو هيك قال له الله قال له قل تعلم من علمك علمك قوانين النبوة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ما يستفي هذه الرسالة الوحيانية في الوحي وإيش يجوهر الرسالة هذه أن هي وحي ليس استيحاء ليس أنت اللي تطلبه بصير لكن اللي نفرضه عليك اللي يبعث لك إياه أنت ما تقدرش ما تتلقى وحد تتلقى رغماً عنك فالنبي لا يستطيع أن لا يتلقى لا يستطيع أن لا يتلقى وحي السماء ما في الشي لما يأتي الوحي يتلقى ما في كلام رغماً عنه لذلك بكون على ناقة اشتبرك فيه الناقة بكون قاعد تثقل عليه المسألة جداً ويشعر الآخرون بأنه تقل عليه وصير في حالة غريبة عجيبة ما يقدرش لكن لما يستوحي أي ممكن يستجاب له وممكن لا يستجاب له واضح؟ فهذه مسألة مهمة جداً عشان نقدر نعرف معايير اختبار نحن نسأل حدنا في البدايات هذه بدايات الموضوع كي بدأنا ندرس الموضوع علمياً بطريقة علمية دقيقة يا إخواني هذه بدايات الموضوع التمييز بين النبوة كوحي والنبوة كاستيحاء مهم جداً لاختبار صدقية النبوة